بسم الله الرحمن الرحيم محافظة بيقار تحضى بخصوصية ضمن متابعات عمل الحكومة كونها محافظة التضحية والشهداء وأيضا محافظة الحضارة والتاريخ ومحافظة التقافة والإبداع والأدباء فنحن أمام مساحة واسعة من الاهتمامات والمشاريع التي كانت قيد التنفيذ ضمن عدة برامج ومشاريع أخرى تم اقتراحها في زيارتنا الأولى وهي اليوم في مرحلة الإقرار من هذا المكان هذا المتحف أو هذا المسرح اللي تم افتتاحها بعد ما أنجز بهذه الصيغة وبهذا الأسلوب وهذا المستوى من التنفيذ والإبداع بلوحاتهم بكل ما فيه من منظومة حديثة ومتطورة لمسرح ممكن أن يحتضن الفرق الفنية والثقافية في أنشطتها المختلفة كذلك وضعنا حجر الأساس لمشاريع مهمة سبق وأن أقرها مجلس الوزراء مشروع المدينة الثقافية حتى تكمل هذه المدينة مدينة أور السياحية أيضا وضعنا حجر الأساس لمتحف وفندق لكي تتكامل الخدمات وتوفر كل المتطلبات التي يحتاجها السائح عند زيارته إلى هذه المحافظة في نهاية زيارتنا أيضا سوف يكون لدينا زيارة تفقدية لمشروع مطار الناصرية الدولية وهذا من المشاريع المكملة والمهمة للمحافظة ولهذه الرؤية التي نريدها لذيقار أن تحتضن أفواج من الزوار من الحجاج من الطائفة المسيحية وكذلك من من يرغب بزيارة الأماكن الترافية كانت المحطة الأولى افتتاح ملعب الإدارة المحلية كنا نأمل أن نكون افتتاح بمباراة رسمية في أجواء احتفالية مع الجمهور الرياضي لكن نحن في مناسبة الزيارة الأربعينية قدسية هذه المناسبة وأيضا بعد انتهاء الزيارة سوف ندخل في تصفيات المؤهلة لكأس العالم وما يمثله هذا من استحقاق للوضع الرسمي وأيضا للمشجعين ارتأينا أن يتم الافتتاح وقص الشريط لمعلم وصرح رياضي وتحفة عمرانية يستاهلها شبابنا ورياضينا في محافظة الليقار كان ملعب نفذ بأحدث الطرق الحديثة وفق المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو الملعب الأول الذي نفذ في العراق استخدمنا فيه البوابات الإلكترونية وإن شاء الله يكون هذا فاتحة خير لنشاطات رياضية لأبنائنا وشبابنا في ذيقار في المحطة الثانية تتحنا مستشفى البطحاء في قضاء البطحاء هذا القضاء المهم الذي كان يفتقر إلى وجود مستشفى يوفر متطلبات الخدمات الطبية والعلاجية والصحية للمواطنين تم أكمال هذا المستشفى خمسين سرير وأوعزنا بتهيئة كل المستلزمات والملاكات المهمة وهذه الفقرة الأساسية التي وجهنا فيها الوزارة الصحة بتهيئة الأطباء والأخصائيين وكذلك المخدر حتى تتوفر الخدمة المرسوب لها في مستشفى متكامل في كل الأجهزة والمعدات ومن المؤمل إن شاء الله تكون هذه الخدمات متاحة أمام أبناء هذا القضاء المحطة الأخرى كانت في أحدى المواقع العمل في الطاقة الكهربائية وهو مشروع للنقل هذا القطاع المهم الذي يحظى بنفس الاهتمام لقطاع الانتاج المحافظة الناصرية هي من المحافظات المستهدفة بالنسبة لخطط وزارة الكهرباء والحكومة لدينا مشاريع في قطاع النقل قيد التنفيذ اطلعنا اليوم على تفاصيلها سوف تكمل إن شاء الله نهاية هذا العام وهي مشاريع مهمة توفر الطاقة الكهربائية لأقضية ونواحي جنوب المحافظة حيث ترتبط بخطوط النقل مع محطة الرميلة في محافظة البصرة مما يوفر لنا طاقة كهربائية ممكن نستثمرها في نقلها إلى لسد احتياجاتنا في محافظة ذيقار كذلك ترتبط هذه المحطة بالنقل مع محطة الناصرية المشاريع النقل والتوزيع هي مشاريع مهمة لاستدامة الطاقة الكهربائية حالها حال مشاريع الانتاج التي كان لمحافظة ذيقار نصيب مهم منها حيث أكملنا كل الاستحضارات التي بدأت منذ أكثر من عام ضمن رؤية الحكومة في التوسع في محطات الانتاج وبعد التوقيع مع شركة سيمينس في بداية الثلاثة وعشرين أثناء زيارتنا إلى ألمانيا نفذنا كل المتطلبات الإجرائية والقانونية الخاصة بالعقد وبالمشروع التوسعة مع الدورة المركبة بطاقة تسعمية واثناش ميجاوات في الناصرية المشروع الثاني هو الدورة المركبة لمحطات جي 250 ميجاوات أيضا ضمن مشروع ابتدأت عمل الحكومة منذ أشهر في تنفيذه ضمن الاتفاق العراقي الصيني وكانت حصة المحافظة حسب المحطة الموجودة والمنفذة أصلا من شركة جي نفذنا أو أقرينا مشروع الدورة المركبة 250 وبالتالي يكون عندنا بحدود 1170 المحطة الثالثة أو المشروع الثالث والمهم والذي يأتي ضمن رؤية الحكومة في تنفيذ المشروع الستراتيجي الذي أعلننا عنه في محافظة كربلا وهو مشروع انتاج أكثر من 10 ألاف ميجاوات من خلال المحطات الحرارية حصة محافظة لقار 1260 في الموقع البوجود حاليا والتي تتوفر في كل المتطلبات من حيث الوقود والمياه هذا المشروع ضمن حزمة المشروع الواسع الذي سينفذ في كل المحافظات أخذنا بنظر الاعتبار الوقود وحجم الفجوة في حاجة المنطقة للطاقة الكهربائية وأيضا توفر المياه ضمن موديل اقتصادي جديد تبنته الحكومة الحالية مختلف تماما عن الموديلات الاقتصادية والمالية التي نفذت بها المشاريع السابقة بالنتيجة نحن أمام أكثر من 2400 ميجاوات كمشاريع قررت وهي في طريق التنفيذ إن شاء الله في محافظة ذيقار هذه سوف تغطي احتياجات المحافظة الآنية والمستقبلية مع عمل مستمر وحفيث باتجاه ضبط عملية التوزيع وفك الاختناقات بالشكل الذي يوفر الاستدامة في توفير الطاقة الكهربائية بنفس الوقت وضمن توجه الحكومة لمشاريع الطاقة المتجددة لدينا عقد متوقف منذ فترة طويلة مع إحدى الشركات العربية والأجنبية اتلاف شركة مصدر 300 ميجاوات من أصل 800 من المؤمل أن يتم إقراره خلال الأسابيع القادمة بعد إكمال النقاشات الفنية في وزارة الكهرباء وهو ثاني مشروع للطاقة الشمسية بعد سيكون هنا في ذيقار بعد المشروع الذي تم وضع حجر الأساس له قبل أسبوع أو أكثر في محافظة كربلا هذه توجهاتنا في مختلف هذه القطاعات والمشاريع الخدمية ضمن برنامجنا الحكومي يعتمد على فريقنا الوزاري وعلى الحكومات المحلية وخصوصا ونحن نتحدث هنا في ذيقار الحكومة المحلية شريك معانا في تنفيذ هذا البرنامج سواء كان في المشاريع التي ذكرتها أم في المشاريع التي تنفذ ضمن موازناتها وبالتأكيد السيدات السادة أعضاء مجلس النواب هم على ذراية ومتابعة وكل الدعم والاسناد نتلقى منهم للحكومة المحلية وفريقنا الوزاري لكي ننفذ مشاريعنا هذه مشاريع خدمية طالة انتظارها لأبناء محافظة ذيقار وكل محافظاتنا التي تنتظر منا تنفيذ هذه المشاريع وقد عاهدنا شعبنا في أن ننفذ برنامجنا وأن نخدم المواطن بما يستحق ونحن جادون في هذه المسيرة منذ أشهر ونحن علنها في بداية عام 2024 أن عام 2024 وفق ما مخطط له هو عام الإنجازات وها هي الإنجازات تتحقق في كل محافظة وفي كل مكان وسوف تستمر إن شاء الله بهمة المخلصين إلى حين إتمام كل المشاريع نهاية عام 2024 لكي نبدأ صفحة جديدة ضمن برنامج متكامل موضوع بشكل علمي ودقيق للنهوض بواقع الخدمات في عموم أرجاء البلاد